انطلقت في مدينة شارم الشيخ أعمال المؤتمر الإقليمي لتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنصيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر نائلة جبر اطلع مصر بدورها الفعال في مشاركة المجتمع الدولي جهوده المتواصلة لمكافحة جريمتين الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مشيرة إلى أن مصر اتبعت في هذا الإطار نهجا وطنيا شاملا يقوم على التعاون والتنصيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر